استعراض فوركس تشيف نود أن نعرفكم خلال هذه الحلقة من استعراضاتنا التعليمية والتحليلية على شركات فوركس تشيف التي تعمل كواسيط في سوق الفوركس هذه الشركة التي تتمتع بترخيص عمل صادر لها من قبل هيئة الرقابة المالية في جمهورية Vano2 تقول لنا بأنها تقدم كافة متطلبات النجاح لزبائنها في الأسواق المالية كما تلاحظون هذا هو رقم التسجيل هناك أي في جمهورية Vano2 هنا أيضا ترخيص عمل صادر لها من قبل هيئة الرقابة المالية هناك إن الشركة تشرح لنا أو بالأحرى تصف لنا نفسها بأنها تبحث لكي تصبح إحدى أفضل الشركات في مجال التداول الإلكتروني حيث أنها تتمتع بإمكانيات هائلة في هذا المجال مما تؤهلها لكي تقدم الخدمات المالية في أرجاء المعمورة دعونا نلقي نظرة على الصفحة الرئيسية لموقع الشركة الإلكتروني حيث تجدونها مليئة بالمعطيات المصحوبة بالصور كما تلاحظون هنا توجد معلومات فيما يتعلق بمنصات التداول المعتمدة لدى الشركة الرسوم البيانية التي سوف تساعدكم في إنجاح صفقاتكم المطلوبة وطبعا هناك معلومات أخرى يتسنى لكم أن تلقوا نظرة على أسعار صرف العملات الصعبة على المستوى الدولي هنا وتوجد مجموعة رائعة من المعطيات المعنية بالأمر نتحول بكم إلى صفحة أخرى لنعرفكم على منصات التداول المعتمدة لدى شركة Forex Chief كما تلاحظون MetaTrader 4 تأتي في طليعة هذه المنصات وهي معدة للاستعانة بها من خلال أجهزة الكمبيوتر المكتبية فضلا عن الهواتف الذكية وكذلك الحواسيب اللوحية كما يتسنى لكم هنا أن تقوموا بتحميل المنصة لأجهزة الكمبيوتر المكتبية هنا التحميل لآيفون وكذلك توجد إمكانية تحميل التطبيقات الخاصة بأندرويد ننتقل بكم إلى صفحة أخرى حيث تتضمن معلومات فيما يتعلق بحسابات التداول المعتمدة لدى الشركة كما تلاحظون توجد هناك أربعة أنواع من الحسابات هنا كل هذه الحسابات طبعا تأتي على منصة Metatrader 4 وهنا الحساب المباشر DirectFX هنا الحساب التقليدي أو Metatrader 4 Classic حساب Scent المباشر وحساب Scent الكلاسيكي أو التقليدي كما تلاحظون فإن الحد الأدنى للإيداع عبارة عن دولار أمريكي واحد أو ما يعادله بالعملات الأخرى إذن الحد الأدنى لهذه الشركة ضئيل جداً قيمة الرافع المالية كما تلاحظون تبلغ أربع ماء نتحول بكم إلى صفحة أخرى لنعرفكم على أساليب السحب والإيداع المعتمدة لدى الشركة وكما تلاحظون توجد هناك باقة متنوعة وشاملة من الطرق المختلفة في هذا الصادد هنا التحويلات المصرفية بطاقات الإئتمان مثل Visa Card وكذلك العملات الإلكترونية مثل Screen كما تلاحظون فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالتحويلات المصرفية فإن عملية الإيداع تستغرق ما بين ثلاثة أيام عمل إلى خمسة أيام عمل وأما الرسوم أو التكاليف المترتبة على العملية تعود إلى المصرف الذي تتعاملون معه هنا بالنسبة لبطاقات الإئتمان لا تترتب هناك رسوم أو عمولات وطبعا توجد معلومات مطلوبة أخرى بهذا الخصوص يتسنى لكم أن تلقوا نظرة على هذه الجداول وقت ما شئتم فيما يتعلق بسحب الأرصد لدى الشركة أيضا توجد نفس الأساليب التحويلات المصرفية والعملات الإلكترونية فعلى سبيل المثال عملية السحب لدى الشركة تستغرق ما بين ثلاثة أيام عمل إلى ستة أيام عمل هنا العملات الصعبة المعتمدة لدى الشركة الدولار الأمريكي الفرانك السويسري الجنيه السترليني اليورو وكذلك اليين الياباني وأما فإن الصفحة الأخيرة تعرفنا على معلومات الاتصال بشركات فوريكس تشيف كما تلاحظون توجد هناك عنوين مكاتب الشركة الرئيسية هنا على سبيل المثال سنغافورة هنا روسيا الاتحادية كما توجد خرائط تبين لنا مواقع الشركة في هذه الدول بالإضافة إلى ساعة الدوام هناك أرقام الهواتف وعنوين البريد الإلكتروني في هذه الصفحة تمكنكم من الاتصال المباشر بالشركة وقت ما شئتم كما توجد هناك إمكانية الاستمتاع بالدردشة الحية مع طاقم فريق دعم العملاء لدى الشركة أيضا أعلى الشاشة هنا بالتحديد يمكنكم أن تلقوا نظرة على قائمة اللغات المعتمدة لدى الشركة ترجمة نانسي قنقر